بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و أتم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا و مرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب طيف التوحد أسعد و أتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات و التي نقوم بتدريب أبنائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد عليها نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة عن وسائل السلامة من أخطار الكهرباء المفاهيم الرئيسية السلك الكهرباء الجهد القوة وهي الجهد الكهربائي هذه هي المفاهيم التي سأقوم بتدريب الطالب عليها و الإشارة إليها حتى يستوعب ما هي الكهرباء معرفة ما هي الكهرباء و أنه من الأشياء التي هي دائما من حوله و كيف يستخدمها بشكل سليم و يتجنب المخاطر التي ربما تقع بسبب الكهرباء و سنستعرض هذه المهارات بإذن الله تعالى أثناء حديثنا في هذه الجلسة من المهم دائما عند تدريب الأبناء عليها سواء كان في المنزل أو كذلك مع المعلم في الصف دائما تحليل هذه المهارة هو أهم ما لدينا عند تدريب الأبناء على هذه المهارات هذه المهارات نحن مهم جدا أن نستعرضها في جلسة و لكن أحلل هذه المهارة وفق فهمه و استيعابه حتى يستطيع إتقانها على الوقت الذي يسمح به فهمه و مقدرته لفهم مثل هذه المهارات أضعها في البرنامج التربوي الفردي و خطة تربوية فردية له من خلالها أضع هذه المهارات و الإشارة إلى جميع عناصر هذا الدرس من خلال وفقا لهذه الخطة التي أقوم بعملها معه و بيان هذه الكهرباء و كيفية التعامل و السلامة عند تعاملنا مع الكهرباء كل هذه نستطيع تحليلها و وضعها ضمن برنامج التربوي فردي و يقوم بتجزئتي على الخطة الأسبوعية بناء عليها التجهل الهدف الأكبر لديه في هذه المهارة حتى يستطيع فهمه و أتقانه بشكل واضح و بشكل بسيط و من خلال الأشياء التي في البيئة من حولها أسلاك الشاحن الأسلاك المكشوفة كل هذه من خلالها أستطيع تدريب الطالب على مثل هذه المهارة من خلال البيئة التي من حوله و هو يستخدم أحيانا مثل هذه الأدوات التي من حوله متى تعمل الأجهزة الكهربائية؟ بالتعاون مع زملائك في المجموعة أكتب أكبر عددا من الأجهزة التي تعمل بالكهرباء من حولنا تعمل هذه الأجهزة بالكهرباء و أقوم باستعراضها معها استعرض هذه المهارات و أقوم باستعراض هذه الأجهزة التي من حول الطالب و التي تكون متعلقة بالكهرباء أشير إلى هذه الأجهزة و أقوم بتدريبه عليها أبين لها حتى يفهم ما هو الكهرباء ما الذي نقصده بالكهرباء عندما ندربه على وسائل السلامة من أخطار الكهرباء يجب أن يعرف ما هو الكهرباء من خلال الأشياء التي من حوله أبين لها أن كل هذه تعمل بالكهرباء سواء المكنسة الكهربائية، الثلاجة، التلفزيون و لدينا المكوات كذلك كلها تعمل بالكهرباء أبين له و أقوم باستعراضها دائماً هذه الأدوات نحن نتحدث عن هذه الأجهزة دائماً تكون بجانبنا في المنزل هي موجودة أشير لها أن هذه هي الأشياء التي تعمل بالكهرباء و يجب علينا دائماً الانتباه و استخدام سبل الوقاية من الوقوع في أخطار الكهرباء التي ربما تحدث إذا كانت يدي مبللة بالماء أو هذه الأسلاك مكشوفة أو نحو من هذه المخاطر أناقش ما في الصورة الآتية من أخطار بعد تحديدها إذن نلاحظ في هذه الصورة العديد من الأخطار و صور للكياب الكهربائية نشير دائماً في البداية نقوم بتعريفهم على مثل هذه الكياب المهم دائماً أن يعرف ما الذي نقصده بهذه الأسلاك الكهربائية عندما نشير مثلاً إلى أسلاك كهربائية و أنه يجب علي استخدامها بعناية الحذر أن لا تكون هذه الأسلاك مكشوفة دائماً مثلاً أطراف الشاحن تكون في كثير من الأحيان الأسلاك ربما نطلقها يعني متجرحة أو مكشوفة فمهم جداً استخدامها بعناية و نبينها له من خلال الأجهزة والأسلاك التي من حولنا حتى يستطيع فهمها في البداية يجد ببعنى من خلال الصور من خلال هذه الأهداف قمنا بوضعها من خلال هذه الصور التي استعرضناها و الأمثلة على بعض الأجهزة التي تعمل في الكهرباء ثم من خلال مناقشته ما الذي يعرف عن الكهرباء ما هي الكهرباء استطاع فهم ما هي الكهرباء نبين له وقاءة يعني سبل الوقاية منها و أنه يجب علينا عدم استخدامها بهذه الطريقة و الطريقة الخاطئة لاستخدامها لا أستخدمها من خلال الصور يعني نستعرض مثل هذه الصور التي يشاهدها الأسلاك الكهرباء و أنه يجب عليه دائماً عدم العبث بهذه الأسلاك الكهربائية لا تكون أسلاك كهربائية مثلاً ليس لها رأس في الأخير كل هذه تسبب مشاكل من خلال هذه الصورة هذه الصورة نستعرضها و نوجه عليها الأسئلة هذه الصورة في البداية الصورة الأولى للأسلاك المكشوفة تشبك في الكهرباء أول لعب كذلك في أفياش الكهرباء كل هذه أقوم بمناقشتها يعني مثلا خالد لدينا خالد هذه الأسلاك الكهرباء وهذا فيش الكهرب نلعب فيه أو ما نلعب فيه صحيح أحط أصبعي هنا يدي مبللة بالماء أقوم بتشغيل هذه الأفياش أم لا أوجه مثل هذه الأسئلة مثل هذه المناقشات تجاه هذه الصورة وأطلب منها الإجابة ومهم دائما تشجيعهم على استخدام هذا الأسلوب خصوصا أسلوب النقاش هو يشاهد الصور قدر الإمكان يعطي الإجابات قدر الإمكان قدر ما تسمح به إمكانيات وقدرات يعني لو أعطاني إجابة من كلمتين من جملة من ثلاث كلمات أكتفي بهذا الأهم أشجع على أن يتحدث ويناقش نلاحظ كذلك في الصورة الثالثة أن الكهرباء لدينا تتحمل العديد من مثلا الأسلاك الكهرباء والعديد من الأجهزة على فيش واحد أبين أن هناك جهد الكهربائي وهو من خلال المفردات التي استعرضناها في البداية أن هناك جهد كهربائي وأنه يجب عليه أن لا يضع العديد من الأسلاك في كهربائي واحد وأنه من خلاله يستسبب بجهد كهربائي عالي بعد ذلك سيؤدي إلى التماس أو التماس هذه بسبب الحرارة ستسبب إلى التماس كهربائي وأنه يجب علينا أن لا نستخدم هذه الطريقة طبعا أحيانا على حسب قدرات الإبن أحيانا يستوعب ويفهم ما الذي نقصد بهذه الكلمات وأحيانا حتى ولو لم يستوعب يجب أن مع ابنائنا من ذوي الطراطفة وحد نسميه البرمجة يبرمج على أنه يجب عليها عدم وضع هذه الأسلاك الكثيرة في فيش الكهربائي سواء استوعب ما هو السبب أو لا من خلال تشجيعه وتحفيزه وتعزيزه ربما لا يستوعب بمعنى لماذا لا أضع العديد من الأسلاك ولكن يجب عليه أن يتعلم أن لا يضع هذه الأسلاك الكثيرة في الأجهزة الكثيرة على فيش كهربائي واحد يجب أن لا نضع أقوم ببرمجتها على هذا المفهوم وعلى هذا المعنى وعلى هذه المهارة ولو لم يستوعب ما هو السبب وراء ذلك من خلال المناقشة ومن خلال كذلك هنا أحتاج إلى عملية تدريب دائما أشاهده أتابعه وحتى عندما إذا كان يستخدم بعض الأجهزة أنه لا يكون هناك أكثر من جهاز كهربائي على فيش واحد مما يسبب التماس كهربائي ونستمر في النقاش هنا نشاهد في هذه الصورة كذلك لا تكون يد مبللة في الماء لا تكون يد الطفل مبللة بالماء عندما يريد استخدام أي من الأجهزة الكهربائية وتوصيلها بالكهرباء مهم جدا تدريبه عليها وهي من أهم النقاط ربما لدينا أن لا تكون يد مبللة بالماء عندما يريد استخدام الكهرباء مهم جدا عندما يريد استخدام مثلا شاحن وخصوصا في كثير من الأحيان استخدام الأجهزة الذكية عندما يريد توصيل الشاحن بالفيش أن لا تكون يد مبللة بالماء انتهى من الطعام حتى أحيانا ربما تعزيز له عندما ينتهي من وجبة الطعام بإمكان الحصول على مكافأة مثلا استخدام هذا الجهاز كان لا يوجد في شاحن فإنه يقوم بشاحن مهم جدا لا يقوم بعد ما يغسل يديه وأبين لها أنه يجب دائما يدي تكون مبللتان بالماء ألا أستخدم أفياش الكهرباء أو أفياش وأسلاك الكهرباء وهذه الأجهزة وتوصيلها في الفيش على الجدار لأن هذا يسبب لخطر كبير من خلال المناقشة والأسئلة والصور استعراض هذه الصور في الأخير كذلك لدينا عدم اللعب بأسلاك الكهرباء عدم اللعب بأسلاك الكهرباء لا يلعب بأسلاك الكهرباء مما يؤدي به الوصول إلى أخطر لا يلعب بأسلاك أبين له حتى ربما أحيانا من خلال الأسلاك داخل الصف لا تكون موصلة بالكهرباء أبين له ما هي الطريقة الخاطئة أو ما هو الخطأ في استخدام مثل هذه الأفياش وتوصيلها أو اللعب بها بهذه الطريقة مهم جدا دائما تدريبهم على هذه المهارات دائما في نهاية هذه الجلسة أحب أن أبين أنه ربما لا يستوعب ما هي هذه الأخطار وما هي الكهرباء وما هي الجهد العالي الذي يصبح على هذه الأدوات ولكن من المهم أن ندرب أبنائنا أو برمج ابني على أنه يجب عليه أن لا يلمسه عندما تكون يده مبلل أن لا يحمل الأفياش أكثر من جهاز أن لا يلعب بنفس الأفياش الكهرباء وبرمجه على هذه الأشياء ولو يستوعب ما هي المخاطر من خلال التشجيع والتحفيز والتعزيز عندما يتصرف التصرف الصحيح بهذه الطريقة أجعله يتجنب من الوقوع في كثير من المشاكل المتعلقة بالكهرباء حفظنا الله و إياكم كل مكروه و سوء إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيبي المشاهدة سعدت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته